اعلى صعيد مستجدات اخبار الشركات والاعمال وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتنفيذ اكبر حزم عاجلة للحماية الاجتماعية سيجل تنفيذ اعتبارا من الشهر المقبل تضمنت القرارات الرئاسية رفع الحد الادنى للاجور منسبة 50% ليصل الى 6000 جنيها شهريا وكذلك زيادة اجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد ادنى يتراوح بين 1000 الى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية كما قرر الرئيس اكرار زيادة بنسبة 15% في المعاشات لعدد 13 مليون مواطن وقرر ايضا رفع حد الاعفاء الضربي لجميع العاملين بالدولة في الحكومة القطعين العام والخاص نسبة 33% من 45 الف جنيها الى 60 الف جنيها سنويا طرحت شركة وظبة للخدمات البترولية المصرية تابعة لمجموعة القلع للاستثمار المباشر مناقصة لبناء ستة مستودعات لتغزين وتداول وتجارة الموارد البترولية في شرق القاهرة بجوار مصفاها المصرية للتكرير بتكلفة 60 مليون دولار ذكرت اقتصاد الشرك مع بلومبرغ نقلا عن مسؤول مصري ان المشروع المتوقع الانتهاء من تشييده في 2025 سيرفع من قيمة المازوط المنتج من معمل تكرير القاهرة للبترول والمورد لشركة المصرية للتكرير والتي تساهم فيها مجموعة القلعة بما يضمن زيادة السولار المنتج يعتزم جهاز ابو ظبي للاستثمار اكبر صندوق للثروة السيادية في الامارات انشاء صندوق بقيمة تتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار للاستثمار في الهند في منطقة مالية تتمتع بحياد ضريبية في ولاية ججرات ذكر موقع ارقام نقلا عن مصادر مطلعة ان الهيئة التنظيمية المعنية بالخدمات المالية منحت موافقة مبدئية لجهاز ابو ظبي للاستثمار لانشاء هذا الصندوق علنت هيئة الاوراق المالية والسلع الاماراتية عن اطلاقها دليلا جديدا لصناعة ادارة صندوق الاستثمار في دولة الامارات العربية المتحدة ذكرت الهيئة ان الدليل لا يعد بمنزل خريط الطريق لصناعة ادارة صندوق الاستثمار حيث يحدد المبادئ الارشادية الخاصة بنظام صندوق الاستثمار لمديري الاصول في دولة الامارات ويغطي الدليل الجديد مجموعة واسعة من المواضيع تشمل بروتوكولات الامتثال والتحكيم فضلا عن الاتر القانونية وتطوير المنظومة المالية وايضا ضمان استقرارها والقطاء على المراجعة التنظيمية اقع السوق ابو ظبي العالمي مذكر تفهم مع مؤسسة سولانا المنظمة غير الربحية المتخصصة في مجال تعزيز قدرات المؤسسات اللامركزية واعتمادياتها وامنها عبر شبكة سولانا ذكرت السوق ابو ظبي في بيان لها ان الشركة تهدف الى تعزيز حلول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات وايضا تطوير ابتكارات البلوكتشاين اضف السوق ان هذه المبادرة تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لسوق ابو ظبي العالمي المتمثلة في ترصيخ مكانته يصبح منصة رائدة للخدمات المالية المعذذة بالتقنيات الحديثة المترجم الان تم جموعة مالتيبلاير الاماراتية عن نتائجها المالية لعام 2023 حيث سجلت صافي ارباح بقيمة مليار ومئة مليون درهم ايما يعادل اكثر من الضعفين بالمقارنة مع العام الماضي مع استبعاد المتغيرات في القيمة العادلة واجه النمو القوي في ارباح مالتيبلاي مدعوما باداء تشغيلين مرتفع وعائدات عالية على الاستثمار وزيادة حسة الارباح في مشروع كاليون المشترك للتاقة النظيفة اكشفت مالتيبلاي عن ارتفاع ارادة المجموعة بنسبة 15% على اساس سنوي محاققة مليار و300 مليون درهم وذلك بدعم النمو وصافي ارباح المجموعة مع استبعاد التغيرات غير المحاققة في القيمة العادلة باكثر من الضعف على اساس سنوية مدفوعا بالاداء القوي لمختلف قطاعات الاعمال اعلنت ادنك للتوزيع اليوم عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال العام الماضي حيث حققت نموا في الارباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك ايضا الاطفاء بنسبة 4% على اساس سنوية لتتخطى حاجة المليار دولار ذكرت ادنك للتوزيع ان الارباح الاساسية سجلت قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والاطفاء باستثناء تأثير حركة المغذون ارتفاعا بنسبة 15% على اساس سنوي مدعوما بنمو مطرد في مبيعات الوقود واعمال قطاع التجزئة لغير الوقود اكذلك زيادة مساهمة العمليات الدولية اضافة الى مبادرة تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة ما سهم في خفض النفقات التشغيلية على اساس مماثل بقيمة 28 مليون دولار اشتركوا في القناة